من لمتنا طبعا انشاء الله نجوزوا هاد سوية عام الوقت بخير وعلى خير اكرام السلخ بخير ايا كيف مدخلنا شاديك الدخلات انسات الحق قبل وانا مورعك فلاي المشاعير مفهمتش كيف مدخل لا لا والله انا كنتم كونتو ام فلاي كونتراتيون وشلو الله غالب اللون الاخضر مننا اروطا غير بزاق اذا نصو الخير عليكم مشاهدينا كاملك وتبعو فينا من خلال قناة الشروق العام كما ورفتو دايمن مباشر يكون معاكم في لبمتنا التحلى على 4 تلاشية انا معاكم حتى الخمسة فقرات متنوعة وكذلك سيكون معنا ضيف كما كل مرة واليوم كما عودناكم دايمن يكون عندنا موضوع تفاعلي اللي نحبو نعرف ورايكم فيه ونعرفو انتو ما وش علاقتكم بهذا الموضوع اكرام اليوم مراحين تكلمو على الناس اللي تعاني من امراض مزمينة كيفاش شراهي جوز في رمضان كيفاش يعني اسك تصوم إذا تصوم كيفاش تدير وخصوصا انه المشكل وراهي اكرام سيكو رمضان على بنابالي الصيام هو قريب اكتر من 12 ساعة تصوم كيفاش وشن هو الوقت الصحيح اللي تناولوا فيه يعني الادويات الادويات نعم 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 وان شاء الله ربي يصبروا مع الصيام ومع حتى الادويات اللي يخدوا فيها نعم 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 و لكن دينا و فنا مع ملك التواع راح هكذا نقصروا لازم نستقبلوا كم هائل من المكالمات و لكن مع الاتصال يقول لك الخير في القليل و نستقبلوا اول اتصال لنار اليوم و نقول اليوم لرسول الريض عدو عدو واش راكيك يا راكي اني غايا الحمد لله شكون معنا خديجة من غيليزان منين اكزاكتبو من غيليزان خديجة اه منين بالضبط من غيليزان وين 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 الفطر خديجة نقصين تليفيزيون سمعين اعملها اوه فقنا لك خديجة تسمعي فينا من الاتيلي سمعينا من تليفون تعيشي وعطا خديجة فيكم ايوه خبيان قولي منين بالضبط من غيليزان خديجة اه مطمر بلدية مطمر خديجة شوفي باش نتفاهموا خديجة والمشاهدين قاعد اعلم يشوفوا فينا لازم تنقصوا التليفيزيون تسمعونا من التليفون تعالي عن النقحة عن النقحة ايوه خلاص سمعينا اللي يقولي ليش حلف عمرك خديجة ماكيش قاعد من نقصة انا سمعو في صوتنا ستاعة سمعين ها 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 خديجة بليز ها ستاعة سنة عندكم في داركم كاين واحد منهم اللي يعاني من امراض مزمينة اللي يشرب دوات على تنسيون ولا تعال السكر ولا لا لا مكيش الحمد لله معليش ياطئك صحة خديجة على اتصالك نشكروك نقولولك صحة رمضانك وصحة عيدك وصحة مولودك شكرا لك خديجة ها يلا مشاهدينا ماذا بكم برك نذكركم انه لما نكون لما نستقبل اتصالاتكم من فضلكم نقصوا جهاز التليفيزيون سمعونا عبر الهاتف ها كبش ما يكونش هادك الافريقونس الوع اللي والديكالاج خديجة خديجة البارح كناية البارح يزدي غلبك رمضان خديجة من الناس اللي تقولهم نقص تليفيزيون وفصح ما ينقصوش من بالأمور اللي تقدر تتقلق عليهم رائع اذا بقى فيغنس اليوم انا حابين لو كان يعني ياريت لو كان الناس اللي تعانى من أمارات مزمنة هي اللي اتتاصل بنا والاخرين معليش ما زالي لكم بليابات يلا نذكركم انه تقدروا تتاصلوا بنا عبر الرقم الهاتف اللي او ظاهر اسفل اش شاور انا نحكو على الناس اللي تعانى من أمارات مزمنة كيفاش جوز رمضان خصوصا اكرم عم بكبال ليهو رقمتا 023 72 92 90 سفر ثلاثة وشرين تسعين سبعين تنين وتسعين أربعة وتسعين إكرام يعني كاين بيجون اللي عندهم يعانوا يعني من أمارات مزمنة خصوصا السكري يلقاوا أنه المدسان تعهم يقولهم يعني ممنوع منع بطن أنكم تصوموا ولكن يعني بحكم أنه رمضان عزيز علينا احنا كمسلمين وكجزيريين يخالفوا أوامر طبيب اللي تمنعهم من الصيام ويروح لطومه أبقى هذه حاجة ماشي مليحة بصك شخص دار نفسك مام ربي ما يحبش الإنسان اللي يدر نفسه ولا كواكسوسوا مام ربي سبحانه يعني حل للناس المريدة اللي ما تقدرش تصوم أنها تفطر في رمضان وكاين بزاف حوائج اللي تقدر تفطر فيهم في رمضان بأيضوف مام اللي يكون على صافر يقدر يفطر يعني ومن بعد ذلك يرجع نهارا تعود لذلك نقول لكم أنه يعني ما تضروش صحة تعكم لأنه يعني رمضان صح نحب نصوم ونحب كامل هذيك البنات على رمضان صحة افان اكزاكتور مام ربي سبحانه وحلل هادشي لذلك نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام أنا ورياد بيانسيوغ برنامج لمثلنا تحلى ونقولوا آلو مساء الخير مساء الخير صحة رمضانكم صحة رمضانك حبيبتي وشراكي لباس الحمد لله الحمد لله يا ربي شكن معانا ومنين نور الهودة بالعباس نور الهودة بالعباس مرحبا بيك نور الهودة مرحبا في كامل اسم العباس بارك الله فيك الله يسلم قولينا نور الهودة شكن عندكم في العائلة اللي يعاني من امراض مزمينة عندي جدة حكي لي وش عندها اكزاكتومو عندها مرض مزمينة لها الصق و رسلو داكو كيفش رايت بيان في رمضان اي تصوم ايش تصوم؟ مرات مرات تصوم ومرات متصومش هو الطبيب وش قالها قالها لازم تصوم او لا 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 كيتحس بالعيات تحس مت نعم كيتحس روحا ايانة ومشي قادة روحا ايانة متصوم شي قولها دونك ما قالها عل حسب الحال اساسا ع parachute الحال عل حسب الحال داكو داكو غرب يقدرها ان شاء الله هو ايش معه قولي لي برك نور الهودة هي الانهارات اللي تكون فيهم عيانيتو هي جهة سهلة يعني باش تفتروا انتم ما يصايمين ولا تحب تصوموا انتم تقلوا الها لا لا تحد تحده تصوم وان你是 عندما نقول الها لا لا تحده تظه تصوم وانا نقول الها لا انتم ما تنبهوها تخيبيا ان شاء الله عرب يقدرها ان شاء الله ست Seth شكرا على اتصال لك موضوع اليوم سيكون رمضان والسكري موضوع اليوم سيكون رمضان والسكري السكري عدة انواع منها النوع الاول اللي يمس عموما صغار السن ويعتمد علاجه على الانسورين النوع الثاني اللي يمس فئة عمرية اكثر ويتميز بالناس تكون متميزة سمنة ومتميز مقاونة الانسورين والسكري الحوامل هاد الانواع باختلافها تشترك في ارتفاع مزمن لنسبة السكر في الدم وينتج انها اعراض حادة واعراض عن المدى البعيد بالنسبة الاعراض الحادة هي تتسمى الارتفاع او الانخفاض نسبة السكر في الدم زياد الحموض الكيتوني في الدم بالنسبة للمدى البعيد هناك تأثيرات على بعض الاعضاء التأثيرات تكون على الشرايين الكبيرة ومنها جلطات الدماغ والقلب وعلى مستوى الارجل بالنسبة للشرايين الدقيقة لدينا تلف على مستوى الشبكية تلف بالنسبة للكيلة ينتج عنه قصور الكيلة والاعتلال العصبي الطرفي مقاومة الانسولين او الغيزيستانس الانسولين هي حالة ما قبل مرض السكر يعني اللي تدفخي الديابات وش هي 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 كيعود الخلايا متقدرش تستعمل الانسولين اللي يفرزها الفونكريا او البنكريا هل كل مرضى السكري بإمكانه من الصيام بالطبع لا هناك تصنيف يعني جديد الفيدرالية العالمية للسكري يعتمد على تنقاط التنقاط هذا يخذ بالاعتبار 14 عنصر يمكننا من تصنيف المريض التلت أصناف على حسب الخطورة خطورة الصيام كان صيام فائقة الخطورة 6 نقاط فما أكثر صيام متوسط الخطورة من 3 نقاط ونصح حتى الخمس نقاط وصيام يعني مسموح أقل من 3 نقاط 14 عنصر هادو يخذوا بالاعتبار نوع السكري مدة السكري يعني قدهن عام سكريكين نوع الإلاج توازن السكري قبل رمضان وجود تأقيدات على مستوى القلب على مستوى الكلا على مستوى الأعين وجود حمل أو لا نوع الإلاج نوع الأنسلين أول شيء إنخفاض مستوى السكر في الدم إنخفاض مستوى السكر هذا نتشعر أن كمية قليلة من السكريات متناولة أو جرعات دواء تكون غير متناسبة وعلى هذا نقول لك مريض سكري كل عام كل عام لازم يعين طبيب تاعه بيعطيه جرعات الدواء هل يمكن الصيام أو لا الخطر الثاني هو الارتفاع الارتفاع أكيد رح يكون من حمية غدائية غير منظمة فيها كميات كبيرة من السكريات كميات كبيرة من الدهون حتأثر على مستوى السكر وعلى جرعات الدواء الخطر الثالث رح يكون الجفاف بعض مرضى السكري خاصة في حالة صيام في فصل الصيف أو في لساعات طويلة وهذا الخطر رح يضعف كيكون المريض يأخذ بعض الأدوية خاصة أدوية مضرة للبول أو أدوية ضغط الدم فيها أربع حالات وينيكون فيها الصيام دو خطورة عالية يعني أول حالة حامل نسبة السكر في الدم غير منتظمة هذه لا تستطيع الصيام الحالة الثانية قصور كيلوي بنسبة أقل من 30% الحالة الثالثة وينيكون ضرر في عضلة القلب غير مستقر الحالة الرابعة وينيكون انخفاض غير محسوس لنسبة السكر في الدم من الأفضل أنه الشخص المصاب بيداء السكري باش يشوف الطبيب بتاعه قبل ما يبدأ رمضان ولا نصحوا بالصيام لازموا يتبع حيميا غذائية لازمة اللي ما تعرضوش إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ولا ارتفاعها المراقبة الدورية المنتظمة يعني واجبة لكل مريض يريد الصيام أول حاجة نسب السكر في الدم على الأقل أربع مرات بعد الفطور بساعتين أثناء الصحور ثالث مرة عند الاستيقاظ رابع مرة عموما في الفترة المسائية يعني بعد صلاة العصر الإذن بالصيام راح يكون بالتشاورة مع الطبيب السكري الطبيب المعالج هو ليإذنك أنك تصوم أو لا تصوم الشيء الثاني هو أنه الإنسان لازم يراقب السكر الشيء الثالث هو أنه الإنسان يتبع حيميا غذائية صحية ارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر من ثلاثة جرام في الليتر أو انخفاض أقل من صفر سبعين عند الإحساس بأعراض الإنخفاض بورودة في الأطراف ارتجاب في الأطراف تعب إحساس بالجوء إحساس بالغتايان دوار يوقف الصيام مهما كان الوقت بالنسبة للمغرب يعني حتى وإن كانت دقيقة قبل المغرب نتمنى أنه شهر رمضان يكون بدون مشاكل بالنسبة للمصابين بأمراض السكاري ونتقي في نصائح أخرى مشاهدينا الكرام عودنا ودينا لكم بجديد دايما كملين معكم في برنامج لم تتحلق عند هذه فقرة طبيبك في رمضان ومثلنا نهضرو على الناس اللي عندها أمراض مزمنة كيفاش دوز نهارها في رمضان كيفاش تصوم أسكت صوم ولا لا لا ولا كاين من الناس اللي قولوا لهم لي مرسا ما تصوموش لكن يصومو كمام معنا بلوش أنو بلك مر رمضان يشوفو تاني الحاجات اللي بلك كانوا حيبروا منهم لكن يزيدوا بس كسامو إن شاء الله كامل تقدروا تفعلوا معنا من خلال رقم سعنا اللي بضعر أسفل الشاشة لذلك تقدروا تواصلوا معنا أنا ورياد تحكيونا لالإكسبرينس تاعكم ولالإكسبرينس تاع الناس اللي تعرفوهم في هات شهر الفاضي ونروحو الآن لخميس مليان أزلالو مساء الخير ألو مساء الخير وشراكي سابا صحا رمضانك لا بس صحا رمضانكم رمضان كاري صراكي يستمع سعي صحا رمضانك إكرام رياض ربي خليك رمضانك أكرم مش كون معنا غنية من خمس مليانة زهرية غنية 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 يلا أوكي خيار الأزمة يستمع سعي غنية وي بركة الكيلوزيو من فضلك غنية مش نسمعكم ليه أنا نسمى أنا نقصر ماكسيمة أيوك خبية قولي لي شكون عندكم في العائلة يعاني من مرض مزمن عندي أختي مزوجة ابنة تكري ربي يشفيهم ربي يشفيهم إنشاء الله إنشاء الله مرض سكري ولا وشنو وشنو سمحتك وشنو المرض بتاعهم المزمن وشنو سكري ولا وشنو سكري آه سكري جنرال من كامل عندهم سكري يدون لنسولين ولا غنية لنسولين لنسولين مرم يصوموا في رمضان آه لا يصوم أحسيري كيفش يحسوكي وشام يحسوكي ما يصوموش على بنا باللي رمضان كما يقول لك شهر رحمان ما يصوموش وشنو أنا قلتك ما يقدرش يصوموش ستحقون السئي سيو بيزا يعتشو يدوحو دنكور دنكور لكن ما يقدرش يكملو هكذا يا خي لا أنا أنا بنتختي واحدة صغيرة ديجا ست سنين نتكمها اهه ما تصومش ووحدة عندها عشرين سنان عملي فاتح تمها ما تقدرش تصوم impossible داتا رب يجيب لهم مشفاء رب يجيب لهم مشفاء اوه مشفاء اذا كان فات قال لهم الطبيب اذا كان يعني الطبيب فات قال لهم باللي ممنوع يصومو ممنوع صحي اي مصالطة ممنوع يمكن امنوع تلعب لهم بل بشي السيل بي ع الجسد بتاعهم والجسم تاعهم اكيد وحبيتكم برك لو كانت هدرون معل المرأة الحامل ان شاء الله ان شاء الله اكيد لحنخص موضوع ان شاء الله في ماذا بي كنت نعني عمدان واني انت وحنى نقدر تنقل خلاص مرمدان ولا كيت النهار تزيد تجيبنا طمينة ان شاء الله خمس مليان قال لك تجيبنينا على بالك عقوبة قولي انا فتحغانية كيف كيف ستقلل ان نفشل كيف ستقلل تنقل شكرا لماذا لك لا لك لماذا ان نفشل لدي دوام على الصباح ان شاء الله في كالك انا ارنا ارنا ان شاء الله ان شاء الله لك قدره سهل ان شاء الله ان شاء الله في الحلقة هذه ما ي بمقسم من السوق أهم نحو تعلم لك شروق المتنى تحضر ان شاء الله ان شاء الله سحب طوركم وش طيبت لهم انا مانش مطيب انا في درما ايه ري تفشش صحتكم غنية ايه سلمك تعيشي سحب طوركم الله يسلمك تعيشي مجيدنا نذكركم انو تقدروا قاعدت تصلوا بنا على المباشر ضيفة تعنا بعد شوية راح تدخل معنا خلونا نوجه تحية فقط الاعلامي منصف ايه تقاسي لروا يشوف فينا على المباشر انا قلولك سحر رمضانك سحر رمضانك قولي بسحر رمضانك انا جعان من الي يجي ميدخل انا جعان انا جعان انا مالاش نجوع نغمال غير تارك الجعان اكو جعاني لي كيب انا جعاني انا كنكون جعان لي كيب والناس المشاهدين انا مشوفو فينا نحب نشوف نحب نشوف هذوك الناس اللي يحضروا زي ما يديروا هذوك يصبروا و يخللوا الخيار الحرار زيتوا هذوك اللي يجيبوا بهم ثلاثة عصباح ولكن مش ثلاثة عصباح احنا دوكا راح نروحوا السيدة الليلة في المدينة القليعة بيان سوف في الفتي فازار راح نشوفو كيفاش تحضرنا هاد هاد الازوبسيون في فقرات طبعا فكروني فكروني من الازم رمضان و مدينة يلا اوكي مع امل باعزة فضلوا معنا مرحبا حنور كي صبحتوا لبس مرحبا بيكم مرحبا بيكم في القليعة راح نشاء الله نشاركوا معكم مرحبا جستومو احنا عندنا عادتنا سبيسيال في القليعة نديروا التحضيرات فلسينا رمضان تفضلوا مرحبا بيكم مرحبا 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 هذا ما يدتلك نموذج من الحاجات اللي نموذج راني مجده كما نقولو احنا حاجات معتبارة كما كما نقطفها راني مفاتلة بزاف القعام ثاني كالمقارنا هادك واسمه المعجون طيبنا رقدنا الزيتون نموذج من القارس كما راك تشوفي درنا ثاني هذي هذي هذول واسمه الحرج تعان مقطفة اللي نديروه حنا يعني مقطفة القليعيات الساكري في هاللي قيموا فيها قبل ما ندخلوه فتاة تحقلوه فتاة تحقلوه فتاة يا شيخ أنا زمان كانت ندرت ويزة على التحضيرات مثلا نروحوا للعائلة الكبيرة والطعام ينفتل عند الهمات ولا عند الخالة ولا الكبيرة موسيقى 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 نبدأوا بالفلفلة هذية كي تكون وقتها نحيوها نغرينيوها نحيولها لغران الراس هكذا ونفتحوها كي مارك تشوفي نحيولها هذة زيادة الخيوطة غيرها من الداخل وكل موسيقى نديروها تفور والنصف على العولة نشلحوها هكذا ونفوروها ونعمروها بالملع ونديروها في الهواء ولا في السمش ولا بتيبس تيبس نواسيوها بشوية زيت باش ما تكونش نوتية بزيل ونديروها دان دي كارتون موسيقى 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 طماطي الحانية نقعوها أحيولها شويز ونقعوها بزريعة تحر وتقسميها كي مارك تشوفي وتقطعها هكذا ونقعها وديرها تفور وإن لم تديرها تفور تضح نهادري تطحنيها دوركت و ديها في كيما هكذا في الكوب ولا في البلارة ولا لديها شعيزي في رجدا ولا كونجنة قليعة مش هورة بالمقطفة هذه هذه مقطفة قليعة يعطونها مقطفة أربعية تحضير هذه الخشفة مقاطفار بيئيا ، هذه هي كتفار بيئيا ويسأة بلغطات تحضير اطيق العذر الفرس والطبع وفرس والصباح ندير طغي جونت الوسمها تصرطو معطيش وكل نديرها شغل مخلعة فمتي تقول لهم رمضانكم سحاول هنا كل عام واتوما بخير كل عام وشعب الجزائري بخير وعلى خير تمنيت عن خالقي سجرة من العمبر مية طي رحمان وكل عرفي يقر أكيها وحجة وفرجة وضلان اشتركوا في القناة معنى صلاة العصر حسب توقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحية تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب مشاهدينا مكملين معكم دايما في لمتنا تحلال مباشر لو معكم حتى الخمسة تالي أشياء قبل ما نجوزوا لا سيخفخيز اللي رأي عندنا هنا في البلاتو نشكور برك نيوستا سنتر على إطلال اليوم شعر وشعر 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 لكي أتكسحة زوبيدا لا نكتب عليك لكي أتكسحة ناوال سكندر أهلا والمرحب شعر وشعر ماذا سنجحة يا رمضان يقوم بعمل ماذا سنجحة لا نحبك لا نحبه لا نحبه لا نحبه نحبه لا نحبه لا نحبه لا نحبه لا نحبه لا نحبه حسب تلك الباحة التي ترونها الآن المترجم للغاية لا الباحة جميل ويتم تشترون لكنها نبدو عديد او تشترونها يأنني نبدو أنهم يكونوا سهلون ثم تفعل الصلافة أنت تظهر ما هي الحالة انتقلبوا اليوم لا أصحيا قد حتك عليك حالة لا النبدو هل أنهم حمي بعد شباب الأن انا فرصان المال لدي بي اوضع سمان سابق نوال حبنا نحكو شوية على رمضان يعني هذا ثالث رمضان في ضل الكورونا ولكن الحمدولي الله ويكون نوال والدينا بدت عاوتوا لي البسمة بدت عاوتوا لي الحفلات خصوصا لكم انتم الحمدولي يا ربي نعمل اللي اولتنا قعدنا في الدار كونيكي وغير بالميسانجر وغير بالميسان بالميسانة مع بعض الاني لكن الحمدولي الله ميسان حسنا تطورا حسنا حماسنا عمو اتوقع اتوقع حين تتوقع لأنه صراحة في الواقع الفيروس ما زاله ولكن العدد عندنا في الجزائر ومنخفض الناس الذين يردون دنا10 لا يسرفون دنا الجزائر لعدامة تباعد الاجتماعي مازال أبليجي مازال الوسم الجال الأوالكوليك حسب تحجير الإنبار نعم نحن نحفظوا على روحنا لا تخاف لوحنا أنا لم أتخاف جدا لم نستطيع رعب نعم مليحة كما كنا وأنا لدينا جميعا نحن فرص نعم كنا واحدى سويس كما نحصل كورونا نحصل جدا نحصل لأبخي ما قلت عن الثانية هل يمكننا إخوbars الكبار يمكنهم أن يخرجون فهو في الثاني فهو يجب أن يقرون الإجتماعات لقد أخذنا حفلاتنا أو كيف سنفعلها في رمضان كيف سنفعله فهو أن شيء؟ هذا هو أبداً لأننا نخرج كل يوم لأننا نسكت لا نخرج لأننا نعرف التفاصيل لن نضعها لأننا نضع لأننا نضع لأننا نخرج لا نخرج لا نخرج نقضي الحاجات الخفافة لكن أبقى 1 سنة لا لا نخرج معها ونخرج 5 أو 6 سنة ونأخذ 5 أو 6 سنة لا نتبعد لا نتبعد نوال بزاف ديزارتيس اللي يعني كي جات الجائحة تع كورونا شافوا أنه يعني قاسهم بالموصل العظام مديا يعني ولو يقولوا يا ريت لو كان كنا دائرين كمشروع يعني على الفن يعني على بك ريال أنا نهار الصلاة هذيك ساجغ حنا النهار اللول قونا بلك شهر بلك شهرين بلك ثلاثة بلك ربعة راح بعد كي بدينا ندباسي والعام وقع أنا واحدة خرجت وقلت يعني ساجغ الفنانين نضروا صح بلك كالكوزان يقدروا بلك يعيشوا مانيشو قولك يقدروا يعكلوا بكين دي موزيسيان كين خدمتهم خدمتهم وما يلاحقوش فهمتني بلو ما نهضرش أنا وش در ما خرجت وهاكوهدت فسع ما خلاوليش ما خلاوليش في غيزو كونه بينا وش ديري ناس اتنال يعني ما تقدرش تخلص نامي انا دركا خلاسة فكتا عفش هنيندير لا نقرأش لا نقرأش لا نقرأش هترح تلغير بدوع انا ما نقرأش ليكو موطيق هو يقع والله غرسلو ما مخالية نشوف ما نعلقش وشتقاش فا خيب يا كي نكتر لرق جيم وحنا بش ما نكتروش برك على المتاصلة تعنا قالوا مسال خير قالوا وين مساء الخير مساء النور سحى رمضانك وقى رمضانك لبعثكم لها ستبعانا ومن وين قضعة المكلامة اي سايمة قالش دوماش معليش قالش دوماش نقول لك انو حاولي تعودي تصلي بنا ولوا انو ما قلناش بزاف الوقت شكا البرنامج اه مازلت مازلت كوميب يقبbr ناوال اليوم رانا تكلمه علا ال الاسم اه احصي يكو المهد هنالكو المهد هنالكو ليوم على اللي يغانيهو من الامراض مزمئة خصوصا في رمضان كيفش يديرو كي مساحب السكر عندكش واحد من العفاميه اللي يعني من عندما كانت السكر و كانت كيما اوبيلت على قلبها و قالوا الله العدي ما يتصوم و ننزق عليها نقولها يودي حاسبك ربي زي ما نخلحها قولها عباكي ربي حاسبك على روحك لانا انا بلغير جس خفيفينا و خليهني بلغير ماذا صحيح؟ انا شفت الدواء انا شوف انا جس في كونتخ هذو المراد يصوموا بسيطلوا روحهم وشيبها داكور ملغابك ملغابك متقدرش تقولي لها بسيف ما تصوم حاليا ملغابك فلديكم وهذا الذي يدخل للكره يكون لديك حساب لا 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 لنا اسمامهم يجب أن يدخل للمشاهد نعم متخبص بأسوانة أفضل هذا جميل لكن من أشياء أعتقد أنه يتصبح عمر صحيح نعم شيء نحن نفهمهم كما قلت عن رياد المقبل والمشاهدين هل تصبح عبارًا هل تصبح المشاهدًا هل يحبون يتصبح عمر دون بحيث يحبون يف興 shirts يتسهلون هذا الموال الذي يقرأنا في العام هذا المشكل جيداً نعم 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 بالتحقيق نعم 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 مع نبيل عسلي توجو حصري لقناة شروق تيوي يلا تبعوا معنا ورانا رجالي شهدين اليوم بباكستيج نحن باستضافة فريق عمل لقيوس ومقيوس اكيد هذا العمل الجماهيري بجزء الرابع اللي حينعرض حصريا على تلفزيون الشروق رح نورجيكم كواليس تصوير العمل كيف بتم التحضير للتصوير واكيد بقابلات مع ابطال العمل خليكن معنا اهلا وسهلا فيك معنا بباكستيج على تلفزيون الشروق اهلا مسخير ومسخير كل مشاهدينا قناة شروق ومسخير لك كريم اهلا بداية بدي نحكي انه سلسلة تقيوس ومقيوس اكيد بالنجاح الكبير اللي حققته بالاجزاء السابقة وهلا نحن بمكان تصوير جزء الرابع شو هو سبب هذا النجاح والجماهيري اللي يتحصر عليها سهلا شباكي باش نجاوبك نوع النجاح من عند ربي سبحانه وتوفيق دائما من عند الله وكان تعب كان المثابرة كان الاجتهاد احنا على بالك كل مننا عملوا جزء ولا مرة قلنا بلي خلاص يعني نجحنا في الاول رحين ننجحوا عمرنا ما خدمناه بالعكس نخدم بلي لازم كل عام يكون تحدي وكأن عمرنا ما عملنا نجاح مقبل وبالعكس المهمة كل ما يكون نجاح والمهمة تصعب لانه اللي عندك جمهور اللي عندك الناس تسناك تطلع ومن حقها تنتقدك فبالتالي لازم احنا دائما نكون في المستوى ونقدرش نكون في المستمال وكل ما تاخدش الامور وصيغي كل ما تاخدش الامور بجدية شو هي تغييرات او التطورات اللي رح يشوفوه الجمهور بجزء الرابع والله هاد العام حابين نرجع كما كنا نديرو مقبل في البخمية غير لأدوزين سيزوم عندها بروغلام قصير سبعات من التقايق المقيوس اللي بعدما تولفنا عليهم يعني تعودنا عليهم اللي كانوا في القهوة هاد الجزء رح نيكون في مكان اخر وينسيغ رح يكون بروفيتاش دقيوس مقيوس ما يديرو ش حاجة بحسنية دائم بسوء النية ولكن بخفض بصح طاريف يبقى الخفض ثحم طاريف فجنا المكان اخر خلي الناس تكتشفون بعد دونك تتخيل دقيوس مقيوس في مكان اخر وش يقدر يديرو كان بزاف مواضيع جدد يعني في كل حلقة ربما نفس التركيبة التركيبة الدرامية ولكن القيصة استختلف بالنسبة لك كموثل هل العمل بشخصية على مدى اجزاء متعددة يعني على مدى اكتر من عام انت متمسك بهذه الشخصية بيكون صعب ام سهل صراحة في التمثيل يكون سهل السهل بكتير من انك تقوم بعمل وقت اخر يعني بو انا اشاك فا كنت ندير دقيوس ومقيوس ومبغالل يعني كنت ندير افلام ولا ملسلسلات ولا حاجة اخرى دوار اخرى لا لا سهل انفاء عندك الو بيخصوناش في الديبول صحيح البلو جيو من بعد كيفاش تكتب كيفاش تحط هاد الشخصية في مواقف جديدة مضحكة ولازم يكون متعود على الجمهور نسبي لانو متقدرش تخرج الشخصية دقيوس ومقيوس من الجو التاحة من الاسباس تاحة من الفضاء التاحة الشراكة بينك وبين ناسيم حدوش ككتاب وأكيد لانو العمل من تأريفكم بشراكة حكينا عنه اكتر ناسيم وصديق اكتر من صديق اخ شاركة اللي بيناتنا هاد العام كتبنا دقيوس ومقيوس هاد العام كتب معنا زمينا اللي متل التانيك في هذا السيزون اللي هو محمد بن داود كتب معنا لاتخوء لكاتخيام السيزون ويمتل معنا ناسيم الصعي كيما وقتلك زمي الاخ نتعرفو حوالي عشر سنين ويحنا نختمو كيف كيف فبالتالي نانسي المو كان انسيجام بيناتنا في العمل نانسي المو عدنا للمين فيزيون عدنا نفس الرؤى الفندية اللي نتقسموها ميأوسي كان صداقة كان محبة كان احترام بنهاي لانحنا نتمنى لكم التوفي وبنفس الوقت اذا عندك ايري ساري بتحب توجهها لجمهور الشروق انا اقول لكم صحر نظركم ان شاء الله هالعام هذا يكون خدمة العوام الاجازو الحي جمهور الشروق الناس كامل رأي تشوفينها نقول لكم بلاي راح يكونوا بزاف مفاجهات في دقيوس ومقيوس ان شاء الله انا اقول لكم الفرجة والضحك لانو الناس سنة من دقيوس ومقيوس في الضحك والفرجة والناس في رمضان سيطقوس كنت احكا طقوس طقوس انو لازم تفطروا تشوف الضحك كذا كان دايمن رسائل كان دايمن لانو ما تقدرش تدل الكوميديا لكوميديا فقط لازم يكون رسائل لازم المجتمع ولا اللي يكون يشوف العمل يشوف روح يشوف جزائريته وفيه يشوف المحيط لعمل تاك اي دونك ان شاء الله يعجبهم ما تفهم ما اجدك واش خممتي يا مخلوقة انا لقابله بس على الشرط سي بابا ويما هجيو يخطبوني اي لا ريجو اي لا ريجو اي لا غالب يا مخلوقة اي لا الوالدين مئتين رب يجيب لك بجيها واحد اخرى ان شاء الله اي السلام وعليكم اي قاعد الشاموتي باباك ما جنوح يكلف اي لا مرحبا بكم من جديد ومشاهدين ارجعنا لكم ما زالنا متواصلين معكم في لمتنا تحلى طبعا حتى الخمسة تالع شيو ما زالنا حضرها معنا ناول سكندر اي اكرام ناول سكندر والامبيانس اللي كان يجب و ناول سكندر والامبيانس اي توさ ايه بدنا نحضر ايه دك شوية لجمعيات الخيرية اي تو ناول سكندر معرفة انها ما ترطي حتى يعني عمل خيري صح أنا نقول لهم نقولوا معي طولي جس في لا ممكن نكون سوق قاس ونروح قولوا ما شكوا كديروا حاجة هيدا ما تنسوني شعي طولي بس كأنا منع جس ونروح أبك بليزي ملايحة بس حتى مؤخرا ولو يعني كتروا بقوة وهم ظهروا بقوة هذه الجماعيات الخيرية يعني إفضار تعلصائم الحفلات تعلخيتان والطهارة صح بارحلتو جس على الأقوة المستوان دائرين لغستوران دوا تعلق احطال جماعة سعجل هنا بالواد يعني إنت راح يتصيب الحمد لله صح سعجل بليزي لك كم أقول وحنا كبدت النصفية أي تو يبدو تاني هدو ما هم فيحق الحارية المحق الحارية نارا ما نقول الخلس جوني المي هم فيحق مازانو بك ناول مازانا في آنمين يحققون في القلب عادي مزانا في قلب لا 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 المحمد لله ياربي إن شاء الله. إن شاء الله كيما قلو كل عطلافة إن شاء الله الخير عدقى هد لدوزن. كاش لي بخوجي جدد كاش ما تحكينا؟ تطيننا سكوب؟ خفيف دريف، نعم. ناما ندخل هستوديو إن شاء الله كي جديد إن شاء الله. إن شاء الله عندي ديوب قريب مر مدى إن شاء الله عندي ديوب مع أختنا ردي عدد. بعد Six weeks. عندنا نديو تلعشرة. كم ننويها هندي عشرة. أكيد جزتوا عندنا فشورة فلعش، ما التفجزت الفكرة؟ شوف الفكرة جثت منت من صحيح للعشرات قديمة نو العشر على بلقديمة من الفكرة جثت من تماما يكون الماكي وعند الماكي وقعد نقسط مع راديا وقصر دي رجيو أنا أحب لدي رجيوة لبالك وقدرت بزاف لدي رجيوة مع فرمادو شانطور قاتي ناول فيها هي تعزوز صار دي رجيوة نادياش مخشاري نادياش قتل دي رجيو قاتي يلا انقارب إن شاء الله نديرو جيونا وراديا وعندي كلكم شانطورة إن شاء الله إن شاء الله صحف دي رجيوة لدي رجيوة تقدروا إذا ما تدخلوا فيه يرجع في ريو مع صحيح غيقا نعود لك السؤال بسياغة أخرى هو المشروع روديو نفترض أنه راح يولي تريو ولكن مع واحدة من الشباب الجيل الجديد جديد شكون اللي تختاري هيكون لي جامر مع لي شلالة خيري لي آسم بقوة تخيز يعني أنا حف آسم ما زل ما بانس لي حتى واحد مع ليش واحد حك عندما ببينين ما زل ما نقدرش نعرف كاين دي جا دي جا اكترال ما شافر قليل هتولة عباك نو ودرت بزاف رجيو مع شافر اذا ما تخلاص احد خيال شافر هباوي نعم نعم هو أنا بك أنا سقساك عاك على بال يعني يا صير الأجيال راه هو راه في قوة يا ناسنا قرحت سؤال بنيتي رمضان كريم طمان الهلال في السمان لا 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 تستطعين كريم هذه الأجيال عباك هي الجيل الأقديم والجيل الجديد كاين عباك تشوفون الحرب بينها طمان لا لا كان السوق تم تفاهم كما قلت انت سوق تم تفاهم انه لا اتحدث انا نحن الان اكترا امxs اتحكنا معهم ومتعلمنا عنهم امxs 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 اش ej اش لقدم عندهم البنة تحم وشان تحم ووجد الثاني لازم يتعلموا منهم ويخلقوا اوية رايحة مشاهدين الكرام كبليت استقبال اتصالاتكم بيان سيومات حلاش القعدة بلا بيها ونستقبلوا الاتصال الاخر ونقولوا الو مسال خير ونرحوا الجيجل الالوالو عندو قالوا الولايات الو ماناش اسمعوا فيك ملايحة هذه فور كومنصي باش نتبعوا الو بسم خير حامدانك انتو مازادة مرحب الماضيك مصول على معدانك وبارك شوفيا الاخد مستماع. عم علينا تلك المعدة تلك المعدة تلك المعدة ام الياس مل سؤال كما نقام donde الحانك لا يحصل اول Изاق ايمان قولي لي ما في عمرك مازالت 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 إيمان في عمرك عشرين سنة مازال يا تخيب يالله يبارك قولي إيمان كيف تفاعلتنا لا حبينا نعرفو انك فلافا ميتاكش واحد عنده امراض مزمينة فالسكر القلبي توسع ويصوم كماما رمضان ولا كيفاش يجوز نحن نعم أتكلمون الحمد الله معدناك ن شكرك على اتصالك إيمان شكرا ورمضان كريم صحاف تورك صحاف تورك شكرا شكرا بيك ما كنت معنا انقطعت لها المكلامة فجد وين كنا وين وصلنا كنا بسرعة الاجياء هيا هاي هاي نحن ندخلون الأشياء كي يلو فضاء لا لا معناش منشكل الحمد لله يا ربي شفناك انتي كانوا عندك روضود في الموضوع هذا نو 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 يا بابا وين وين شفتان؟ فجسني عندنا في اللحل غي الحصاتي عندنا أنا أقول طفش مياه طفش مياه طفش مياه طفش مياه جمالة 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 وما قلنا وحفوزي لك في شهور جاد خطرم احنا كنا قادروا ليكبر علينا وهذا ثاني يجب يقدروا ليكبر من صغير قادروا ليكبر نو نو نرى أني يقولوني ونرى أنه فسناك جميعا هل يمكنك أن نحتارهم لأنه ليس صغيرة في دومان أنا فقط لا يوجد ذلك هل يجب أن تقدر من المجموعة فصائف مراتقة وكذلك عندما تشonalنا يمكن أن تكون المجموعة ستكون مراتقة لا 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 هل يكون مراتقة قليلا أم ر foll أنا خفت هذا الرمضان لأنني نظرك على الانتقادات على الناس على الأعلى بالكي مخدومة هيا ولي برهد الهدراء كانت كاميرا كاشي مندي كاميرا كاشي ودفع تكوني خدامة صحيح كما اليوم أنا خفت اليوم كانت فريات خفتو قلت وقلت عيطلي ما نطلع الناس يحبوني ما نشوفهم منذك يقولوني ما نشوفوك ناول فلاتيلي ما نشنساقه وماكش جوزي نخطيناك عيجاسي ناول لا خفتك قبل ما اجيت بلك ناول بلك خلينا نكمله في النقطة هلو راح متصويلة فرق مش متسننناش بزاي فري مش لف أنا مسال خير أنا مسال خير حمضانك الله يسلمك وشراكي مفهمت مفهمت اليوم فعلا شكراكو تسمعو ملاتيلي سمعونا من الهاتف تعيشوا آآ أنا نايمة مش لس نايمة كتسمعي فينا ملاتيلي ولا متليفان قولي السر لا متليفان متليفان قولي لي آآ وشراكي مع رمضان لا بس الحمدلله وانتو موشراكم لا بس صحر رمضانكم صحر رمضانك حبيبتي كل عموتي يا بخير آآ نحبها بزاك ناول اسكندر تاني ساعة ساعة خطعة في حياتي آآ 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 اتنظر عندما قالوا؟ لerenه ضد من مساحة بقاعمة انشاء الله يقوّل ارواحه امره دهن انشاء الله عمري واحنا نجيز اروحه كامل اروحه كامل جاء مرهبه بيكم انشاء الله يا عمري قولو الى الاخ đi يتب لبك و يتب لقناب والروحه مرهبه بيكم Gel'a' Luna nohaemi يا أخت، هل تتعاني من أمراض موزمينة؟ نعاني من أمراض موزمينة، نعاني والماذا عندك؟! ماذا هي الأمراض؟ هي الاطنسية والسكر وكيف شك يفعلها مع رمضان؟ نعينا قليل 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 أفضل قليل 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 جدا حسنا نعود نريح معنا نعود نكمل ونصوم حسنا صومي اخي عاكي معايا ايه صومي لا اوكي مكاش النهار يجيك عاكي تفطريه ولا تقيةي لازم تفطريه مورح ما نقدر وتبعي الطبيب تبعي طبيب وشي يقوله ايه انتبعتني وطبيب وشة مال في يقوله اتحي يقولي يلا زمائي هتابي قدري الصحة ما تقري في صمم طا اخي يخلي لك الخيار لي كم تي ايه سمم هاتا تي مقولك اي الخيار لي احنا قولولك رب يقدرك ولكناذا تحت متوين باش لا لك قولي كما يقولك لأنه ربي قالنا أنه لي ما يقدرش ما يقدرش كيفاش يعود هذاك شيء شكرا جزيلا لك نعيمة وجينا تحية لكل ناس الشلف صحف طورك رايس لما كنتو مزادة شكرا ناول لو كانت أي طورك تمثلي وي ماذا تدور؟ ما هي تحبيهتها واحدة حنينة ولا وعرة؟ لا لا نحنينة شو ما تقولش وعرة لا تذيك احتي شوفو يا ناس يا كم تسمعوا شو ما تذيك احتي مالا؟ نا شوف يدخل وعرة 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 وصعاقلة لا 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 فاسبيسيالما واحدة حنينة ولا سديبو مش عطاوني يقعد تمثلي يقعد تمثلي ايه بسح عندنا ثان سوالح لين بلك نميلوا لي هم بلك نشبوهم بكتالي انا ما اجربت يعني ما كنت عندي تجربة ماذا احبي الدراما بكو بلوس دراما واحد وحكي كن ساسي بوحنين ايكزاكت المدراما صح ايكزاكت المو ايكزاكت المو احنا قبل ما نروح للعاصر نوجه تحية برك الزاكي بن شلالة ما نشغل في اسمه زميلة من التليفزيون الجزائرين وجهولك تحية وقلولك سحر رمضانك ان شاء الله كل عام تبقى ان شاء الله تحبي الفارولة او لا لا الفريزة الفريزة بيسجوع اي فده انا نديرها نديرها غرب المظهر التقبل هذا هو المعابس ايش او لمعنى ماظهم ايضا انها جاء ماثمين ليه مشية ان تفضل لم تقربه او ماثمين روحي يو untر ieron يو را funcion انا روى فيبس فقرة عصير المائدة كما قلت لك يتسمع فيك لا فقال زيف الدارة يتسمع فيك لنك نحن نشوفو سموتي الفارولا لنهار اليوم في فقرة عصير المائدة وبعده رجائل شاهدين الكرام السلخير عليكم وصحا رمضانكم شفتي نهار تشري ليفراز وما يكفيكش لوقت باش ديريصالة دفروي مكلا تخليهم بلد يسر كان طريقة سهلة وشبه عدنا إفراز عسل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كبيرة تعتبر نبتة الفراولة أو ما يعرف بكفاكهة الفراولة من أغنى الفواكه من ناحية احتوائها على الفيتامين سي فهي مفيدة جدا للدم وجهاز الدواران تحسن امتصاص الحديد وتنظم ضغط الدم احتوائها على لاسيد فوليك يقي من الإصابة بأمراض فقر الدم تعتبر فاكهة الفراولة غنية بالألياف بالسيليسيوم وبالماغنيزيوم كما أنها جيد غنية بالفيتامين سي بالفيتامين بي سيس لاسيد فوليك لهو لافيتامين بي ناف ولا بي سيس نظرا لغنى هذه الفاكهة بالبوليفينول فإنها قد تكون مسببة لحساسية جلدية سيس Getsang سيس ببون الجي تعلنا وجد نشاهدين كيرام كاميرا كنتم تشوفوا الغرسة تعلنة في الفراز الرحي هو جد الفراز اللي هي منفرويه غني بالفيتامين اليهو اتنامي بي سيساعد نحر يعطينا شوية تعليم نرجي في هذا رمضان العرشة تعليم ستين سموتي سموتي هو إنفامي تعليجي ويكون غني بلاي فروي بلوس كل الماء والاحليب ونزيده الأنلي ويكون فيه من العسل الثاني إن شاء الله ستكون عجبتكم العرشة حاجة خفيفة وضريفة يحسبوكم تعبدو بزر في الكوزينة إذا كنتم في ثلاث سيكون درم أنجي صحتكم صحى رمضانكم موسيقى المصنف يالله مشاهدينا إن شاء الله نعجبكم الجوهادة والتيوه كامل للأسف شريد اووصلنا للختام ناوة قاتلت النارسة دقيقا نتقاسموها بينا ثلاثة كيمالة يلا ديت دو سقنطاعك أنا اليوم جيت والله جيت دي في سيمون وطبحرت وطريق ماليش ونقولكم سحى رمضانكم وصحر فتوركم والعقوبة لكل عام كيسم في بلايزي غمين دكا نجي نطلع عليكم ممتم ما مدوني شان نجيكم برضا رمضان خير وعلى خير نجو وزر مدان أشباب ونعيدوا بطبعوا الشان ويروح هذا الهم والغم إن شاء الله إن شاء الله يا عمري إن شاء الله إليك اللي مشاهدين أنا نقولكم إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نخفف عليكم إن شاء الله بعد يومي لأنه غضوة وغير غضوة رح يكون معكم متفعيشوني ومتفعيشوني نقول لكم يا طيكم صحة اللي تبعت هنا منذ بداية البرنامج حتى الآن قعدوا أوفيا لباقي برامج قناة الشرق تيفي أنا نشوف لغو بتعناول عجبتني بزافة لالله يبارك تفكرت باش نشكر على هذا الجلاب الرائع البلو الشبات القلبية دوك أتيكم صحة حفتوركم و باي باي سلام المتواليكم موسيقى 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 موسيقى